قولك اعطينا طريقة نتواصل مع الاملاك الروحانية سأعطيكم الاية التصغيرية تابع الفيديو الى الاخير وفي ناس تقوم بتنكر رياضات لكي تحصل هذه القوى انا اريد استرجع هالروحانية تنشيطها او تلك التابعة لتكون من عيون الناس او تكون من تلك النفوس فيها والله هم مخرجون ما كنتم تكتمون قررها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كثير من ابنائنا تصل علينا قولك اعطينا طريقة نتواصل مع الاملاك الروحانية بتاعتنا او الاجاويض الربانية اللي عندنا ناس كثيرة عندها تلك الاملاك وعندها تلك الطاقات الربانية النورانية ولكن هناك حجب بينهم وبين هالاملاك هذه وفيه من يقوم بالعديد من الرياضات سوي رياضة فيها ذكر او رياضة فيها تواصل الروح لكي يفتح ذلك الباب لوباب المكاشفة وباب التنزيل الرباني تنزيل الرباني ممكن يكون تنزيل علوي وممكن ان يكون تنزيل ارضي وفيه من الابناء بثاعنا من دخل او يدخلوا الى تلك الابواب هي ابواب خطأ اصلا لا يجب ان يدخلها يكون عنده ثعامل مع الباطن الظلماني او تلك الطاقات السحرية الطاقات السحر الوهمي او اتصال بالعقول الوهمية لان فيه اشخاص يجون يوهمون يوضل بعض المتسلطين على هذا المجال بثاع العلوم الروحانية وغيره يقول له انا هقربك لذلك الباب اللي فيه التواصل مع الاملاعكم وبعدين يدخلوا في الهاوية ينزل لا يطلع هذا المجال صعب يجب ان يكون واحد حكيم عنده حكمة عنده علم في الشيء اللي بيقوم به والشيء اللي بيعطيه للاشخاص ففيه اشخاص كثيرون عندهم روحانية مسلوبة منهم هو عنده طاقة سواء تكون موروثة موروثة من الاجداد او موروثة من ابوه او من امه او موروثة حتى من طاقات سابقة من عقول سابقة في نفس الجدر او نفس السلسلة الوراثية العائلية ممكن تجي من جد 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 تكون هالطاقة هذه عبارة املاكة وغيره ولكنه يحس بذلك المنع يقول لك في شيء يمنع في مانع في عارض بينه وبينهم وناس كثيرة تسأل تقول لك العارض انا اريد ان ازيله اليوم باذن الله سبحانه وتعالى سنوضح لكم كيفية التواصل فتح ذلك الباب بينك وبينها النورانيات الربانية سأعطيكم الاية التصخيرية تابع الفيديو الى الاخير اذا كنت مهتما بهذه العلوم هذه العلوم ليست علوم للجميع هذا سبحان الله علوم لأهل النور لعند ذلك المعدن اذا كنت تريد ان تستفيد من هذا الباب ابقى معنا الى اخر الفيديو اعلم برك الله فيك ان هذه القوى الموكلة لما نقول قوى موكلة سواء كانت املك ارواح علوية ارواح ارضية هذه الارواح وهالنورانيات لا تتسخرون ولا تتفاعل مع اي شخص يأتي واحد يقول لك خلاص انا بسوي ونزلون عندي باذن الله على فكرة هناك ناس تعتقد ان اللي يتواصل معها سواء كان عنده اتصال باطني او عنده الاستنزال النفسي او عنده التواصل الروحي يعتقد انه يتواصل مع عالم الجن عالم الجن انت تعيش وسط منه عالم الابالسة والجن والشياطين انت عايش اصلا وسطهم نحن نقصد تلك الارواح الارواح ليست عالم جن وسبعان الله سير كررها 700 الف مرة الارواح ليست هي الجن اللي يصيب الانسان يدخل في الجسم بثاعه يصير يتكلم يصير يستخدم الحواس بثاعه يصير يستخدم تلك الطاقات بثاعه هذا ليس عفريت ليس جن هذا عبارة عن روح ممكن تكون روح سفلية او روح ارضية او روح حميم او روح خادمة لسحر او روح خادمة لعين او خادمة لحسد مثل تلك الطاقة هي عبارة عن طاقة ذبذبية عبارة عن موجة ترددية متضرب بالجسم وتستطيع تحكم لك في الطاقة لان جسم الانسان صعب جدا انك تحلل حتى لو جبت 700 دكتور يحلل لك مش هيعرفي حلل لك لان في تواصلات طاقية عندنا ما بيننا وبين الطاقة الكونية الكون هذا كله صعب جدا ان انسان يوصل لها ولكن في ارواح توصل لها الارواح هذه ممكن تاخد تلك الذبذبات مهتزة او تلك الموجات تدخل فيها وتصير تخبط لك الدماغ احنا مثلنا مثل ذلك الجهاز بتاع الراديو نستقبل الموجة وبعدين نصير نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى ويتواصل يصير عندك تداخل في الاصوات وتداخل في الرؤيات وفي ناس تقوم بيدنك الرياضات لكي تحصل هذه القوى هذه قل لك اعطينا رياضة رياضة اسم او رياضة آية او رياضة صورة يريد ان يتواصل مع هذه النورانيات بتاعها الاسم هذا عدد 28 حرف في الحروف العربية كلها عندها طاقات ربانية في ايات تصخيرية في ايات معراجية في ايات تصخير باذن الله عز وجل ممكن نستجلب منها تلك القوى اذا كان عندنا ذلك الطهارة والصفاء الداخلين الانسان اللي عنده اتصاخ داخلي يبعد عن هذا المجال لانه ليس المجال بثاعه رح يبعدونك اصلا هم نورانيات الربانية ما حتخليك تدخل ان هذا المجال الصعب ليس متاحا للجميع وانسان اذا غرق في البحر بثاع العلوم السوفية والعلم الارضية رح يحس بنفسه انه غرقان حس مكثف حس انه مسلسل بالسلاسل ان هذا دخل في تلك الطاقة الابليسية ديك الساعة في العمل بثاعه وفي الفعل بثاعه سينتج عنده تفاعل هذا التفاعل هذا سيكون مع قوى الوهمية الابليسية المحيطة في الكون كله سينفتح بينه وبين نفسه الامارة بالسوء او نفسه اللوامة باب وهذا الباب هذا يصير خربطه في الدماغ بتاعه تجيه افكار وتجيه مصائب وتجيه مشاكل ولكنه يعتقد في قراراتي نفسي نداخل في الحقيقة يقولك يا عمي نداخل في الحقيقة والامور كلها ماشية وعندي سيارة وعندي بيت ومش عارف ايه ولكنه في قراراتي نفسي هي يحس انه مربوط كأنه ذلك الطور اللي بيدور في تلك الذوامة يلف فيه ومش فاهم ولا حاجة في الحياة بتاعه هنا ندخل ذلك الانسان في الثعب والظنك لانه تفاعل مع قوة وهمية ابليسية دخل لطريق غلط التعامل هذا تعامل نسميه سودوي او ظلماني او وهو تتعامل مع الارواح الظلمانية سبحان الله بتمشي فيها الكون كله مثل ذلك الضباب او مثل ذلك الظخائل اسود فالانسان هنا يكون من الصالحين ومعناه يكون من الصالحين انه في التعامل بثاعه او التعاملات بثاعه بيكون من اهل النور اهل الخير وبالتالي ربنا سيفتح له ذلك الباب انا قلت ربنا اللي بيفتح الله سبحانه و تعالى سيفتح له ذلك الباب للتفاعل مع هالنورانيات الربانية تحفه الملائكة بقدرة الله عز وجل تحفه تلك الارواح الربانية تلك الاجويد النورانية وهذا يكون عن طريق الاسماء او ايات او الصور وهذا باب كما قلت مستبعد انا اعجب ان يخرف صور ايوه اي سببك ابعد هذا الشيء صعب عليك تفهمه الانسان هو عدوه و يجهل هناك الناس يقول لك لا لا هذا الكلام هذا طيب ما عندنا مشكلة امسي انت في الطريق بتاعك و خلينا احنا ماشيين في الطريق بتاعنا ان في ناس سبحان الله غرقت في العالم الظلماني غرقت في العالم السفلي و انت شاهد بعيونك شوف الناس اللي غرقة في العالم الظلماني هتلاقيهم سبحان الله مثل ذلك الطير المدبوح فافرف بالجوانح بذلك ولكنه مش فاهم حاجة فكل شخص سواء قام برياضة ربانية او رياضة روحانية وجد في نفسه استقرار لم يكن في ذلك التواصل هو تابع على الرياضة 40 يوم مفروض ان الرياضة ربانية نورانية تكون 11 يوم وتابع عليها 40 او 60 يوم و يقول لك ما عنديش اي احساس ما عنديش ذلك التواصل طاقته متوقفة ما عنديش تلك الاحساس بالروحانية المحيطة به ما عنديش تجاوب مع الطاقة الكونية لهذا الشخص يزلز مع نفسه ويراجع النفس بتاعه ويراجع العقل بتاعه او يشوف مرشد يدله على الطريق الصحي يقول له يخرج من هنا او يدخل هنا هذا الطريق صحيح فهي لزموها مراجعة النفس انه ممكن يكون عندك شي غلط في حياتك واذا كان في شي غلط ستصير موقف كأنه عندك على متقف قدامك وانت واقف قدامك لغاية ما تروح من الدنيا كلها علما ان كل انسان سواء كان من الانس او من الجان بيكون معه تأتي انفس كما سبقه وقلت ويكون معه ملك الحارس بثاعه ملك الحافظ اقصد بالانفس التلاثة كما سبقه واسلفت نفس اللوامة نفس الامرة بالسوء نفس المطمئنة الملك الحارس هو اللي يكون حارس على الجسد ملك الحافظ يكون حافظ على الروح صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عبيدون ولكن لا نخلطوه بين العالم المادي شايف العالم اللي احنا بنعيش فيه اليوم ما تخلطش بينه وبين العالم الروحاني ما تدخلش ده لو دخلتوهم حدتوه في هذه الحياة فهذا العالم المادي في ناس تجري فيه بالجري والثعب والمرض ومن خلاله ما لاحظت فيه اشخاص يتواصلون معي قل لك نحن نريد منك ان تذلنا على شيء نسترجع به املاكنا قل لك انا عندي املاك موروطة من جدي من اصل بثاعي من جد البثاعي من ابويا من امي ولكن هذه الاملة كانت موقفة لا يوجد فيه ذلك التنشيط الروحي عندي انا اريد استرجع هذه الروحانية تنشيطها لان اذا كانت موقفة نسويها تنشيط بإذن الله عز وجل او يسرين ذلك التواصل والاستنزال والاتصال الروحاني مع هذه الروحانية سواء كانت مملوكة مملوكة كما قلت هي الموروذة او مكتسبة يعني انت دخلت الرياضة دخلت الرياضة ربانية سواء كان اسم او كانت اياه او اكتسبت هذه الروحانيات بقدرة الله فوجدت ان عدد كبير جدا من المتصلين عندهم طاقات سلبية محيطة ما هي الطاقات السلبية المحيطة و ما هي المعنى بها الطاقة السلبية المحيطة هي موانع عوارض وهالموانع وهالعوارض تكون ناتجة عن تابعة من الناس يكون متبوع متبوع في الحركات متبوع في حياته حتى لو كان فقير لا يوجد حاجة رزق يوم الفطور بثاؤه ليس لقيه سبحان الله تلاقيهم يتبعون هالناس وتلاقيهم ممكن حتى محسود محسود على الفقر طبعا و عنده عين عنده عين على الفقر بثاؤه سبحان الله وهذا الشيء لاحظته بشكل كبير جدا فهنا لا استطيع ان اقول لهذا الشخص تعالى انا بديك الرياضة او بديك الاسم او بديك الاية و امشي عليها و اعطيك التسليم و ادخل و ستجد باذن الله عز وجل لا المفروض انه يقوم بغسل هذا الطاقة بتاعته يقوم بازالة هذه العوارض و هالموانع تعرف انا اقول لك حاجة عشان تزيل هالموانع و هالعوارض ما يكونش عندك هالمانع حتى تلك الثابعة اللي بتكون من الناس تابعة عين حسد غيره تدخل باذن الله للرياضة هذه الرياضة تسمى رياضة ازالة كل الطاقة السلبية غسل القرين تخليك نقيه باذن الله ادخل لها الرياضة بامر الله عز وجل ثلاث ايام ثلاث ايام فقط و ارد علي الخبر اكتب لي في التعليقات شو هيصير معاك هالرياضة ابدأها في اول يوم اغسل جسمك كله باذن الله عز وجل و كون عندك نية التصفي بتاعت الجسم بثاعك استغفر الله سبحانه و تعالى بها الاية الربانية ربنا اغفر لنا والاخوانين الذين سبقون بالايمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ايه عشرة من سورة الحشر هذه الاية ثابعة لها بعد كل صلاة مفروضة باذن الله سبعين مرة سبعين مرة لمدة ثلاث ايام ستفك عنك هذه الاية المباركة كل الطاقة السلبية او تلك التابعة لتكون من عيون الناس او تكون من تلك النفوس الحاقدة تلك النفوس الحاسدة استمر عليها ثلاث ايام باذن الله وبعدين قم بتلك الرياضة لاسترجاع لاملك بثاعك اذا كانت عندك املك موروثة او تواصلك الروحي عندك سبق و اشتغلت باية او غيره و عندك حجب بينك وبين الاملك بثاعك قم ان شاء الله بعدها بهالتواصل الروحي باذن الله طبعا انا اعلم جيدا ان فيه ناس ناس تعمل نفسها فهمة يقول لك انا ذكي انا بفهم رح يقول لك لا لا مش تواصل روحاني ولا تواصل مع خذام الايات ولا غيره اذا تواصل مع ابليس او تواصل مع الجن او تواصل مع العفاريت فاجيب احبابون هؤلاء هو ابليس فاضي لكي اتصل معه انا شخصيا او خليك انت تتواصل معه لا يا الحبيب القوى الابليسية سبحان الله مثل المال الحرام المال الحرام هو ايضا صعب جدا انك تكسب و لا تقول اشتغل في المال الحرام لا صعب جدا عليك انك تدخله عشان تحصل و رغم انه حرام ابليس والقوى الابليسية والارواح السوفلية ما بتنزلش اصلا عندك لو انت حتى جبت 700 كتاب بتاع السحر و تحضر و تبخر و تريد ان تنزل هذه القوى ليس ستأتي عندك ولن تنزل لديك ابدا لانها تستحضر و تجلبه باذن من شخص اتصال حقيقي اتصال مع العقل الوهمي لابليس اما التواصل النوراني لهو تواصل عن طريق الايات يسمى تنزل لان ذلك القارئ لاسم او لآية تحفه الملائكة ليس تتلبسه الاباليس الايات الربانية لا تجلب لنا الابليسيين لا تجلب لنا طاقة ابليسية او ارواح ضلومانية او ارواح سوفلية لا ايات الربانية تجلب لنا انوار تحفك الملائكة باذن الله عز وجل انا نحذيك الاية 72 من سورة الذقارة بعد ما تكمل اتأتي ايام بتاع الاستغفار بتاع الاية بتاع سورة الحشر اي عشرة ادخل مباشرة على الآية 72 من سورة البقرة اعود بلا السماء 비ذَ قَتَلْتُم نَفْسًا فَإِرَارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُنْ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فيها ورأ كل حالة حالة من протيب 76 اذا السور كامل كرر الآية المباركة بالقوة بالعزيمة كررها من قلبك ليس من فمك بعد ما تكمل ستة وسبعين مرة تلتفت بالرأس بثائك على اليمين بثائك قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويمشي على الرياضة هذه سبع أيام فإنك بقدرة الله سترى من خوارق الأمور ترجع لك روحانيتك لو عندك أملك مروطة سترجعون لك بإذن الله عندك أحلام طارت عليك سترجع لك بإذن الله تواصل روحي كان عندك وشفت انك صرت ظلماني ستتمسح هذا الشيء كله ترجع لك تلك القوات النورانية بتاعثك بقدرة الله سبحانه وثعالى سترى بقدرة الله من خوارق الأمور ما تذهش له وبعدين إنسان الذي يتابع على هذه الرياضة يسمع رد السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف يسمع رد السلام بثاعه او تجيه إشارات تعطيه تلك الأرواح إشارات بإذن الله وسيران فراج كبير في الحياة بثاعه أول ما يتحركه من المحطة الأوتوبيس سيأتي سبحان الله الأمور ستتيسر بقدرة الله بعدما تتابع هالآية 72 من صورة البقرة سيراندك حصول الخير قبول مستقبلا حبابي في الله لك لا أطيل عليكم تقبلوا فائق المحب والتقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا